رئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية خلال اجتماعاً للمجموعة الطبية مدبولي يؤكد أهمية تطلق اللقاح المضاد لكورونا ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال لقائه بنظيره الجزائري شكري يؤكد أهمية العمل على دعم حل ليبي ليبي للخروج من الأزمة السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديد على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تساهل من حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتساهم كذلك في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا جاء ذلك خلال اجتماعي مع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بين الاجتماع شهد متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية والتي تعمل بالطاقة النظيفة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية في القاهرة الكبرى وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة في القطار الكهربائي السريع وقطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف الارتي والأوتوبيس الترددي السريع بي ارتي والذي سيعمل بالطريق الدائري ذلك بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمتر الأنفق وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثل من نقلة نوعية وإضافة حضرية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتساهم في تحسين الظروف المعاشية والاقتصادية والبيئية وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا كما وجه السيادته أيضا بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة هذه المنظومة بحيث يتم تأهيلها علميا لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة في إطارها أوضح المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير عرض الموقف التنفيذي الحالي لتلك المكونات الحديثة خاصة القطار الكهربائي السريع بخطوطه السلاسة الرئيسية وأولها العين السخن العالمين الجديدة مرصمت روح مرورا بالقاهرة الكبرى وبطول ستمائة وستين كيلو متر وكذا خط حضائق أكتوبر الأقصر أسوان بطول تسعمائة وخمسة وعشرين كيلو متر إلى جانب خط قنة الغردقة سافاجة بطول مائتين وأربعين كيلو متر مع توضيح تطور الأعمال المدنية والصناعية والمحطات الجاري تنفيذها بكل هذه الخطوط فضلا عن المثارات السطحية والعلوية وأعمال الكباري المتقاطعة بها كما عرض السيد وزير النقل الموقف الخاص بإنشاء محطات الأوتوبيس الترددي السريع بي أر تي على الطريق الدائري والذي يتكامل مع خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حيث يعد بديلا للنقل العشوائي وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة وستعتبر شبكة بي أر تي على الطريق الدائري الأطول في العالم بطول مائة وستة كيلو متر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع بعض التقاطعات والمحاور على الطريق الدائري خاصة تقاطع المرج مع الخط الأول لمتر الأنفاق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي بدأ تشغيله التجريبي مؤخرا بما فيها المحطات والكباري والأنفاق وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بالقطار حيث يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلو متر بعدد 19 محطة ويبدأ من محطة عدل منصور ثم يمتد موازيا لطريق القاهرة الإسماعليا الصحراوي إلى مدينة بدر ثم يتفرع شمالا بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كما أنه سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمتر الأنفاق في محطة عدل منصور ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق دكتور حسن بعد التحية نقلة نوعية كبيرة شاهدها قطاع طرق في مصر منذ أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم ولكن هذه النهضة العظيمة في هذا القطاع جعلت المؤسسات الدولية تطفق على أن مصر قفزت بمؤشراتها من مؤشر 128 أو 118 إلى المركز الثامن والعشرين على مستوى العالم في جودة الطرق دكتور حسن يعني في اجتماع الرئيس اليوم لمتابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة ما هي في رأي حضرتك دلالات المتابعة في هذا التوقيت بالتحديد؟ شكرا على حضرتك والمشاهد الكريم النقل هو داعم لمشروعات التنمية بكافة صورها والدولة من 2014 إلى الآن ولازالت مستمرة تدعم قطاع النقل إيمانا من الدولة بأن ما فيش تنمية من غير شبكة بنية أساسية وشبكة نقل قوية طبعا قطاعات النقل المختلفة سواء كلمنا عن النقل البري والطرق وما تم فيه الطرق من خلال المشروع القومي كما أشارت حضرتك أشاد ديل مجتمع الدولي وساهم في رفع معيار جودة طرق على مستوى جمهورية مصر العربية من المرسابة 118 إلى 28 لكن في الواقع هو كان الهدف أعمق وأهم اللي هو أننا بدعم مشروعات تنمية مستدامة زراعيا وصناعيا وسياحيا وعمرانيا بمعنى أننا ما أقدرش أعمل مدن جديدة من غير شبكة نقل ما أقدرش أزرع الصحراء وأعمل مناطق استفلاح جديدة من غير ما يكون عندي شبكة نقل ما نقدرش نستغل الصروات الطبعية من مناجم ومحاجر ونعمل مناطق صناعية من غير شبكة نقل عشان كده الدولة بدأت بتوفير البنية الأساسية القوية ومنها قطاع النقل علشان نقدر ندعم مشروعات التنمية المستدامة ولذيرنا شغالين في هذا الأمر يكفي أننا قبل 2014 كنا عايشين على 6% من مساحة مصر مع الزيادة السكانية اللي بتوصل إلى 2.5 مليون في السنة كان لابد أننا انتشر أفوخيا وعشان انتشر على مساحة جغرافية أكبر أعواع من مدن جديدة لابد أن يكون قطاع النقل يخدم معايا في هذا الأمر ويمكن التعرير اللي عرضته حضراتكم حتى لا أستقطع وقت طويل منكم بيتكلم عن شبكة السكة الحديد الجديدة وده أحد القطاعات اللي الدولة اشتغلت عليها أنا عندي يعني مقولة يعني عندي إيمان لده مشروع قومي للنهوض بشبكة السكة الحديد اشتغلنا من 2014 على تطوير مرفق السكة الحديد اللي كان على شفل الانهيار طورنا يعني بنية أساسية للمرفق حولنا نظم تحكم وإشارات للنظام الإلكتروني ضخينا 1200 عربة نقل بضائع وركاب وجرارات جديدة وتعتبر بمثابة دماء جديدة في شرايين سكك حديد المصرية ولازم نطور بالإضافة إلى دخول المقل الأخضر والقطارات القهربائية السريعة خط الأول من العين السخنة حتى مرصى مطهوح مروعا بالعالمين الجديدة وده يستطيع المواطن أن يشهدوا على الأرض الإنجازات اللي يتم فيه الشركات المصرية الوطنية التي تقوم بتنفيذ البنية الأساسية لهذا القطار سواء من المحطات أو الجسر أو الكبارية أو الأنفاء الخاصة بهذا المصار بالإضافة إلى المرحلة الثانية خضرك أشارك إليها أو التقرير أشارك إليها دكتور حسن ولك إسهامات كثيرة نعلمها جيدا منذ سنوات تقييم سيادتك لمساعي مصر الحالية للتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة سواء في وسائل النقل الجماعي أو في حتى وسائل النقل الخاصة ومردودات كل هذه السياسات الإيجابية على قطاع النقل بشكل عام وده طبعا بالإضافة للأغراض البيئية بالطبع يعني اتجاه للجر الكهربائي ده يعني كان حلم بنحلمه بنحلمه من زمان لكن دخل في وقته لأن ما كانش أقدر أدخل الجر الكهربائي من جل ما يكون عندي شبكة طاقة كهربائية ومحطات كهرباء تديني الطاقة الكهربائية اللي أنا عايزها عشان أشغل وسائل نقل بالجر الكهربائي يعني الناس اللي كانت بتنطقت بيقولوا أن انتوا بتستخدموا الجر بالديزل وأن الكلام دي كله بغير على مستوى العالم الإجابة كانت واضحة وصريحة لمن يريد أن يراها أننا ما كانش عندي طاقة كهربائية أقدر أعمل بيها ذلك يمنع تطوير الدنيا الأساسية لمحطات الكهرباء وده كان مشروع قومي تاني يتفرد له مساحة ويتكلم عنه زمالنا بتوى الكهرباء أصبح دلوقتي عندي فاقد 30% فأصبح أننا وربطنا على دول الجوار الإقليمي الشبكات الكهرباء فأقدر دلوقتي أننا أتحول للنقل الأخضر اللي هيكون لي تأثير الجر الأخضر أو الجر الكهربائي اللي هيكون لي تأثير إيجابي على البيئة من ما فيش بقى انبعثات غزية ما فيش تلوث للهواء الكلام ده كله هيكون لي تأثير إيجابي على توفير مناخ جيد وحياة أفضل للمواطن حتى التلوث ده بدي تأثير كمان على مش بس صحة المواطن كمان على المناطق الزراعية وعلى المناطق الصناعية فلن يكون الكلام ده كله بنقدر نحن ندخله تمشيا مع السياسات الدولية في هذا الأمر ده كله شيء مرغوب وجيز وله مرغوب إيجابي كل الشكر والتقدير أستاذ الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق شكرا جزيلا لك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة توفر كميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات كما تتوسع في إنتاجها محليا وخلال الترأسي لاجتماع المجموعة الطبية أكد مدبولي على أهمية طلاق اللقاح المداد لفيروس كورونا في تقليل فرص الإصابة وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء مشددا على المواطنين ضرورة الحرص على طلاق اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع كما شدد رئيس مجلس الوزراء على منع دخول غير المطعامين باللقاحات للمنشآت الحكومية وعدم الحصول كذلك على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم قال وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة إن المعامل المركزية بوزارة الصحة رصدت زيادة كبيرة في إصابات كورونا وخلال مؤتمر صحفي المجموعة الطبية أضاف عبدالغفار أن المنظومة الصحية مستعدتنا بكفاءة تم باستقبال الإصابات فيه شك إن المتحول الجديد اللي هو أوميكرون هو ليه سبب كبير جدا في زيادة عدد الحالات اللي إحنا شايفينها الزيادة اللي إحنا شايفينها دي نتيجة الانتشار الكبير ولكن الحسن الحظ يمكن يعني عدد الحالات اللي بنشوفها في الأوميكرون هي السائدة بالنسبة للدلتا وده إحنا كنا متوقعينه من فترة الأرقام الإصابات اللي إحنا بنعلن عنها دي يعني إلى حد كبير قادرين إن إحنا نرصد حالات على مستوى المعامل سواء المعامل المركزية لوزارة الصحة أو معامل وزارة التعليم العالي المتبسلة في المعامل المرجعية أو حتى على مستوى معامل القطاع الخاص هناك زيادة واضحة في معدلات الإصابة من خلال رصدنا للمعامل هناك أيضا معدلات زيادة في صحب الأدوية من الصادريات لكن الرصد إن العدد الحالات اللي بتخش المستشفيات أو بتحتاج إلى عناية مركزة هي أوليلة أو الحد كبير في المعدلات الأمنة على مستوى العالم كما أكد وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار أن الدراسات أثبتت أن التطعيم يقلل من فرص تدهور مصابي كورونا مشددا على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس نحن دايما في التطعيمات بنؤكد على همية التطعيم والجرعات المعززة للمان هو التطعم جرعة وجرعتين أكيد التطعم الجرعتين والذي تخذ جرعة المعززة زيما الدرسات في علامة السواء العالم أثبتت أنه هو في مأمن من الوصول إلى احتمالات للتظاهر الحالة أو احتياج دخول المستشفى أو حتى احتياج إلى دخول العناية المركزة وبالتالي معدلات الانتشار ومعدلات دخول المستشفيات ومعدلات الوفيات تعتمد بشكل كبير جدا على معدلات التطعيم اللي احنا بنلتزم بها أعلنت وزارة الصحة وسكان استقبال ثلاثة ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فيزر مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية يأتي هذا في إطار آلية كوباكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات وأوضحت الوزارة في بين لها أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء للتأكد من أمانها وفعليتها قبل توزعها على مراكز التطايمات المنتشر على مستوى محافظات الجمهورية أشهد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن تنظيم المنتدى أبهر العالم أجمع وأكد على قوة مصر الحديثة مشيرا إلى أن المنتدى أكد قدرة مصر الواعدة وقوة اقتصادها وريادتها ليصبح بذلك بشهادات دولية منصة عالمية بارزة لقد شرفت بالمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور فخامت السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم أجمع وأكدت له قدراتها الواعدة وقوة اقتصادها وريادتها ليصبح المنتدى بشهادات دولية منصة عالمية بارزة وحدثا سوف ينتظره العالم دوريا حيث شارك فيه شباب من 196 دولة عقدت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا وعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا خاصة المتحول الجديد أوميكرون اشتركوا في القناة 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 وضبط اشتركوا في القناة 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 واخلال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما اشتركوا في القناة 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 سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الاوروبي وايجاد افضل الطرق لانهائها يأتي ذلك فيما اوضح المكتب الاعلامي للكاظمي ان اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك مع مختلف دول الاتحاد الاوروبي واعرب الكاظمي عن تطلع بلاده لبناء افضل العلاقات مع لتوانيا لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية من جهته اشار وزير الخارجية لتواني الى تطلع بلاده لرفع مستوى التعاون بين البلدين معربا عن امتنان بلاده لخطوات العراق لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية ميدانيا اعلنت خلية الاعلام الامنية بالعراق عن اتقال احد الارهابيين حاول دخول محافظة الانبار غربي العراق وذكرت الخلية في بيان انه استنادا الى معلومات استخباراتية توجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء عنا بالانبار وعلى اثر ذلك تم نصب كمين له في مدخل قضاء والقبض عليه اعلنت تحالف العربي عن تنفيذ 45 عمليات استهداف ضد قوات الحوثي في محافظة مقرب اليمنية خلال الساعات الاربعين وعشرين ساعة الماضية اضف التحالف العربي ان الاستهدافات دمرت 13 الية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرا من قوات الحوثي يأتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه الجيش اليمني عن تحقيق اتصارات في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب بعد ان كبدت قوات الحوثي خسائر كبيرة في العتادي والارواح اكد مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي مبعوث الاتحاد ايديوية بنكولي اهمية الاستمرار في الحوار بين مختلف الاطراف السودانية بهدف التواصل لارضية مشتركة جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار مع مبعوث الاتحاد الافريقي وذلك بحضور عضو مجلس السيادة الطاهر حجر حيث تطرق اللقاء للأوضاع السياسية بسودان وكذلك الجهود المبدولة لتجاوز التطورات الراهنة ادان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روفل الهجوم الارهابية الذي استهدف المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية محمد إبراهيم معلم وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي قال إنه أصيب في الهجوم في حالة مستقرة وإن رئيس الوزراء يتمنى له الشفاء العاجل كانت الشرطة الصومالية قد أعلنت إصابة المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلم إثر تفجير نقام به انتحارية عند مفترق طرق في العاصمة مقدشو وهذا قد أفدت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادرها بأن جثث على أشلاء الأرض شهدت في موقع الانفجار خارج منزل معلم مشيرة إلى النقل المسؤول الصومالي إلى المستشفى توفي الرئيس المالي سابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي حكم مالي بين 2013 و2020 في منزلي عن عائلته وقال أحد أفراد العائلة لوكالة الأنباء الفرنسية قال إن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا توفي هذا الصباح في منزله كما أكد هذه المعلومات عدد من أفراد الأسرة تعهدت منظمة الصحة العالمية أن تواصل المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي الإثيوبية رغم شكوى ديسة بابا ضد المدير العام للمنظمة وشددت منظمة الصحة العالمية على أنها ستواصل مطالبة الحكومة الإثيوبية بالسماح لها بإيصال الإمدادات والخدمات الإنسانية إلى سبعة ملايين شخص في تيجراي بإثيوبيا ليعيشون وفق الأمم المتحدة تحت حصار فعلي منذ أكثر من عاما نشرتنا مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها وزير الصحة الألماني يحذر من زيادة أعداد الوفايات وتفاقم الوضع في المستشفيات بسبب سلالة أوميكرون حضر وزير الصحة الألماني كارل لوتر بوح من زيادة أعداد الوفايات ومن مواجهات التقييدات هائلة في العلاج يأتي هذا التحديير في ظل بوجة تفشي فيروس كورونا بسبب سلالة أوميكرون كما حضر لوتر باخ من إمكانية تفاقم الوضع في المستشفيات مجددا موضحا أن هناك زيادة حاليا في عدد الإصابات بين الأشخاص الأصغر سنا الذين لديهم مخالطات كثيرة هذا وأشار الوزير الألماني إلى أنه سيتم نظر في إمكانية فرض مزيد من التدابير خلال المؤتمر القادم لرؤساء حكومات الولايات في الرابع والعشرين من يناير الجاري لكنه أكد رفضه لإغلاق المدارس أو للإغلاق بشكل عام اقترحت الحكومة النمساوية جعل الحد الأدنى الملزم لتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا هو سن 18 عاما وإطلاق البرنامج على مراحل اعتبارا من الأول من فبراير المقبل وقال مستشار النمسا كارلين هامر إن الحكومة في حاجة للسير قضبا لأن كثيرين لا يزالون غير مطعمين وذلك من أجل السماح للناس بحرية المخالطة مشددا في الوقت ذاته على الحاجة لتفادي فرض مزيد من عمليات الإغلاق في الصين قال مسؤولون أنه تم رصد أصابة بمتحور أوميكرون في بكين بينما تواجه البلاد بؤرا من هذا المتحور شديد العدوى قبل انطلاق أولمبياد بكين الشتوية يأتي هذا غدا تأفر دمدينة تشوهاي تشوهاي قيودا على السفر بحافلات النقل العام بعد رصد سبع إصابات على الأقل بأوميكرون تحديات صحية قاسية تواجهها الصين قبيل بدء العام القمري الجديد حيث تتعامل السلطات مع تفشي المتحورين دلتا وأوميكرون من فيروس كورونا مدينة تيانجين وهي الميناء ومركز التصنيع الذي يقتنه أربعة عشر مليون نسمة تعد واحدة من نحو ست مدن فرضت الحكومة عمليات إغلاق وقيودا أخرى فيها ضمن سياسة تهدف إلى تعقب كل حالة إصابة بالفيروس وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يكون عدد المسافرين خلال عطلة العام القمري الجديد أقل بنسبة ستين في المائة مقارنة بإحصاءات عام 2019 قبل تفشي الجائحة إلا أن هناك ملياراً ومائتي مليون رحلة متوقفة هذا العام وفقاً للمسؤولين إلى ذلك أوقفت مدينة شوهاي بجنوب الصين خطوط حافلات النقل العام بعد أن أعلنت رصد سبع إصابات على الأقل بالمتحاور أوميكرون محذرة السكان من مغادرة المدينة وقد أبقت الصين عدد الإصابات منخفضاً نسبياً على أراضيها طوال الجائحة من خلال استراتيجيتها الصفر كورونا القائمة على طلب إجراء اختبارات واسعة وإغلاق صار من عند اكتشاف إصابات لكن الآن تواجه الصين طفرة إصابات بكورونا ضمنها عدة إصابات بالمتحاور أوميكرون وهو ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية داخلية كثيرة وإغلاق مصانع كما طلب من ملايين الأشخاص البقاء في منازلهم قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لا علاقة لها بالهجمات الإلكترونية التي استهدفت المواقع الحكومية الأوكرانية وأضاف المتحدث أن روسيا لا تشكل أي تهديد على الإطلاق لأي طرف محذراً من السفزازات تهدف إلى تبرير مثل هذه المزاعم كما حضر من أن محاولات استخدام القوة العسكرية لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرينيا ستكون لها عواقب وخيمة أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ضرورة إجراء مفاوضات مع روسيا للحد من التوترات في أوروبا معرباً عن أمله في استمرار التواصل بين الجانبين وخلال تصريحات صحفية قال ماكرون أن استراتيجية الحوار تؤتي في مارها دائماً ففي أواء اليناير اتفق الجانبين على استئناف عملية التشاور وهذا ما سيتم في الأيام المقبلة كما أشار الرئيس الفرنسي لأن المفاوضات مع موسكو ضرورية من أجل الخروج من الوضع الراهن الذي يهدد الأمن الجماعي أهلاً بكم من جديد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ بشأن التحذيرات من موجة توسنامي والتي صدرت في دول كاستوراليا ونيوزيلاندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والدول الواقعة في المحيط الهادي وأشار الأمين العام إلى أن مكاتب الأمم المتحدة في المحيط الهادي تراقب الحالة عن كثب مؤكدة أنها على استعداد لتقديم الدعم إذا طلبت ذلك منها وذكرت الأمم المتحدة أن صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالات الأرصاد الجوية المختلفة أظهرت سحابة كبيرة من الرماد والبخار بسبب ثوران بركان تحت الماء قبالت دولة تاتونجا الواقعة في المحيط الهادي أضرار كبيرة خلفها تسونامي الناجم عن ثوران بركاني هائل في المياه جنوب المحيط الهادي على بعد نحو 65 كم من مملكة تونجا رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن قالت أن تسونامي كان له أثر كبير على المناطق الواقعة على الساحل مع لفظ البحر سفناً وسخوراً كبيرة إلى الشاطئ وفي اليابان نصحت السلطات مئة الألاف بتركي بيوتهم بعد أن اكتاحت أمواج تعد ارتفاعها متراً مناطق ساحلية من بينها تلك التي اكتاحها تسونامي في عام 2011 المدمر في اليابان كما ألغت الخطوط الجوية اليابانية 27 رحلة في مطارات بأنحاء البلاد في حين قضى بعض السكان ليلة باردة بعد أن غادروا بيوتهم إلى مناطق مرتفعة وفي كاليفورنيا بالولايات المتحدة سجلت فيضانات في مدينة سانتا كروز ناجم عن أمواج مد جراء تسونامي وفقاً لما أظهرته لقطات مصورة بثتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية وتسبب ثوران البركان بتسونامي في المحيط الهادي مع تسجيل أمواج ارتفاعها متر و70 سنتيمتراً في تشيلي على بعد أكثر من 10 ألاف كيلومتر من مركز البركان كما ضربت أمواج بلغ ارتفاعها متراً و20 سنتيمتراً ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي وأظهرت لقطات مصورة من الفضاء اللحظة التي ثار فيها البركان على إحدى جزر تونجا غير المأهولة قاذفاً قتل الدخان والرماد ومتسبباً على الفور بأمواج عاتية نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء اصدر قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية وأكد المركز أن ما تم الإعلان عنه يقصد به أن مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية ستستغرق ما بين أربعة إلى ستة أسابيع وهذا في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقين كما أشار المركز إلى أن الخدمة متاحة من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقبية أو من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي استمرار جهود الوزارة بالتنصيق مع كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع خاصة مع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع الهام هذا وتلقى شعراوي تقريرا بشأن جهود المحافظات لإزالة ونقل نواتيك تطهير المجال المائية بنطاق القتل السكنية بالكرة والمدن إلى المقالب العمومية بالمحافظات لافتا إلى أهمية الدور الكبيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل معالجات المخلفات والقمامة بهدف المشاركة في تطبيق الجمع المنزلي للقمامة خاصة مع الاستمرار في نقل نواتيك تطهير الترع والمصارف حتى لا يتم إرقاء المخلفات والقمامة عليها عقدت وزارة الموارد المائية والرأي اجتماعا لاستعراض موقف الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه كجزء رئيسي من مؤتمر المناخ كوب 27 والمزمع عقده في شهر نوفمبر من العام الجاري في بيان لها أشرت الوزارة إلى أهمية هذا الحدث باعتباره فرصة ذهبية لعرض تحديات القر السمراء في مجال المياه مؤكدة أهمية أن تحظى تلك التحديات باهتمام دولي وخاصة في الدول الإفريقية مع توفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات حيث تعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية أعلن محافظ بورسعيد عادل الغطبان استمرارا لاستعدادات المكثفة وجاهزية جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية وأشار محافظ بورسعيد إلى انتشار عدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة مؤكدا استمرار التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة التقص والآن مع أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة أخبار المال والأعمال تستعرضها لنا أيها الكافور أهلا بك مصطفى أهلا بك ميرفت ولأنا تحاول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعلا أكد وزير البترول والسرع المعدنية طريق الملأ أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة جاء هذا خلال ترأسه بكورة أعمال الجمعية العامة لشركات بترول القطاع العام عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل وأوضح الملأ أن ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قادت تنفيذ القيادة السياسية انعكست بنجاح على توفر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخص إثمارات كبيرة غير مسبوقة لافتا إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023 أكد وزير البترول طارق الملأ أن قطاع البترول من القطاعات الصباقة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في كافة الأنشطة البترولية في إطار مشروع التطوير والتحديث المستمر بالقطاع وخلال افتتاحه غرفة المراقبة والتحكم الرئيسي التابعة لشركة أنبيب البترول لمنطقة السويس والقناة لفت الملأ إلى أهمية مشروعات التطوير والرقمنا في تطقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب كما أوضح وزير البترول أهمية المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنبيب البترول لا سيما أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية إحنا النهاردة زي ما كنت بقول قبل كده أن إحنا طبعا من ضمن استراتيجية مصر عشرين ثلاثين وجزء الخاص بالتحول الرقمي فإحنا كمان في قطاع البترول برضو بنشتغل في هذا الإطار ويمكن إحنا النهاردة بنزور التطوير الخاص بغرفة التحكم غرفة الكنترول الخاصة بشركة أنبيب البترول في مدينة السويس وهي مسؤولة عن قطاع الشرقي كله وبالتالي إحنا النهاردة بيتم إضافة وحدات تكنولوجية حديثة وشاشات جديدة وأجهزة قياس لمستوى البترول والمنتجات البترولية في الخزانات وغرف التحكم آليا من خلال هذه الغرفة والحقيقة التي تمت من خلال تصميمات لمهندسينا ولكن طبعا في بعض توريدات من الجهاز التكنولوجية من الخارج أكدت وزيرة التجارة والصنعان فينجا مع أن الوزارة تولى التنفيذ استراضيشية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنفسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا وخلال مشاركتها بندوى نظمتهاهي القناة السويس بل جناح المصري بإكس بو 2020 دبي أكدت الوزيرة حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس كما أشرت الوزيرة إلى أن القناة تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع فعالية المؤتمر الدولي الذي نظمته الهيئة بشأن سبول دعم التجارة العالمية في مواجهات التحديات المختلفة وذلك بمركز دبي للمعارض في مارد إكس بو 2020 دبي وأكد رئيس الهيئة أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل البحرية بما يتيح تعظيم كافة الموارد المتاحة في مواجهات المتغيرات المختلفة والتحديات غير المزبوقة التي تشهدها حركة التجارة العالمية كما شد دار ربيع على إدراك الهيئة حقيقة التحديات التي واجهت العالم بأسره على مدار العامين الماضيين والتي لازالت تلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية وسلسل الإمداد العالمية النهاية كواتسوس عبر تاريخها الممتد الأكثر من 150 عاماً قد أخذت على عاتقها مسايرة التطوير والتحديث بكافة أشكاله تماشياً مع ما شهدوا العالم من ثورة صناعية وتكنولوجية في مجال بناء السفن خلال القرن الماضي والتي أفرزت أول تطبيق عمل إلى مكافحة الألغام بالكوارب المسايرة عن بعد ريكا في نهاية الحرب العالمية الثانية وفي ظل ما نشهده اليوم من تطور سريع ومتلاحق في مجالات البرمجة وإنترنت الأشياء والزكاء الاصطناعي فإننا نسعب قوة لتعميق خبراتنا وتنمية قدراتنا في هذه المجالات ليس فقط لنكون متابعين لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ولكن كي نكون مبتكرين ومبدعين في مجالات التطبيق زيادة الصلة بالاستخدامات التجارية للسفن المسايرة ذاتية بما نحفظ لقناة السويس رياداتها الدائمة في كل ما يتعلق بقطاع الملاحة البحري وليس أدل على ذلك سوى استراتيجية هذه قناة السويس في عشرين إلى عشرين إلى عشرين هذه الاستراتيجية الطموحة التي من خلالها تصميم وبناء مركزين متطورين للبيانات انطلقت اليوم بمحافظة سوهاج فعالية النسخة الثانية من المؤتمر الترويجي للبرصة المصرية بالمحافظات تحت عنوان البرصة للتنمية وفي كلمة له خلال المؤتمر أكد رئيس البرصة محمد فريد أن المؤتمر يأتي لتعزيز دور السوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول إلى التمويل وذلك لتحقيق مستهدفتها في النمو والانطلاق وزيدة حجم أعمالها من خلال السوق تضمنت فعالية المؤتمر عدة جلسات وبرش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والتثمار في محافظة سوهاج وكذلك طلبت الجامعات وإلى أسواق المال حيث سجلت مؤشرات البرصة المصرية تراجعا بنهاية التعاملات اليوم أولى جلسات الإسبوع حيث اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع في حيم مال التعاملات المصريين نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 759 مليار وتسعمائة مليون جنيه وذلك وسط تداولات ملغت نحو أربعة مليارات ومائتي مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إيجي إيك تيرسي بنسبة 51 من المائة في المائة وأغلق عند 11830 نقطة أيضا انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إيك سيفينتي بنسبة 61 من المائة في المائة وأغلق عند 2196 نقطة أيضا امتدت الانخفاضات لإيجي إكس هندرد الأوسع نتقل وانخفض بنسبة 61 من المائة في المائة وأغلق عند 3223 نقطة توقعت بيانات أن يكون الاقتصاد الصيني قد نمى بأبطأ وطيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الأخير من العام 2021 وذلك متأثرا بضعف الطلب وإجراءات كورونا الصارمة ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبة متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلسلة أوميكرون شديدة للعدوى والمتحورة من بارس كورونا انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدين عودة مرة أخرى إلى مصطفى ميزار ومرفادي الملي شكرا لك أيها الكفوري على هذا العرض بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة أسادسة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناول الرئيس سيسي يواجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة لما تماثلهم النقلة النوعية وإضافة حضارية خلال اجتماع للمجموعة الطبية مدبولي يؤكد أهمية طلاق اللقاح المضاد لكورونا ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال لقاءه نظره الجزائرية شكري يؤكد أهمية العمل على دعم حل لبي لبي للخروج من الأزمة نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أماننا إلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة وبركات في القناة